كان وتدت الفلاتي القلب العود مفهوم في بعض القصائد في الصفحة في الصفحة 43 بتكلم وبيمدح في قصيدة اسمها قصيدة طويلة اسمها يا نفسي امرحي بيقول فيها طبعا ليه وسلم يا ولد القلبة البيت ولد وكلام كتير منها بيقول وتدت الفلاتي القلب العود مفهوم قلب العود قلب العود هدي العود قال قلب العود مفهوم يعني شنو يعني قلب العود بني ادم ينطق يتكلم يفهم قلب العود مفهوم هدي لو وشرح براه كمان بيجاي اوه اعتقو الا الشيخ ده شارب ليس جارة الله اعلم عمل ليه حاجة غايته لكن كتب بيهين قال 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 هو الحاجة تدت الفلاتي ومرغمه كمان دولي رغم تمانية وعشرين قال هو الحاجة تدت الفلاتي كان رحمه الله قال جليلا في عالم الاسرار ومن كراماته الاسرار دي هنا ما معناه الفيزياء والكيمياء لا 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 في عالم الاسرار عندهم اسرار براهم قال ومن كراماته ما اخبر به عبد المحمود ابن احمد الشمبلي عن احمد ولد مدن الجعلي قال كنت ممن صاحب الشيخ تدت زمانا فرأيت منه كرامات شتى كتيرة كمان زاد بس دم اسكول كذا قال منها ان امرأة من نسائه طلبت منه يوما ان يشتري لها خادما تخدمها والحد علي في ذلك فامرني ان احمل فأسا وثوبا وان امشي معه الى شجر هناك قال فوقفت تحت شجرة وامرني ان اقطع منها عودا على قدر قامة الانسان فقال ده البرعي ده البرعي يا صوفي دوالي لي الله دوالي لله يا صوفي دوالي لله والله دوالي لي انا ما اقبل يكون والي لله عز وجل والي لله عز وجل قال قال فوقفت تحت شجرة وامرني ان اقطع منها عودا على قدر قامة الانسان فلما فعلت ذلك ما حوار دلوكة سايح حوار بليد الصلح ايران كلهم بلده قال لك اقطع شجرة منه قال فعلت ذلك وقال امرني ان اضع الثوب المذكور على العود ساترا به وان اتنح ثم اخذ سبحته ودي الكتب زاتا وصار يذكر الله تعالى بهمة عالية بهمة شنو يعني نفسه قائم كده بهمة عالية والعود امامه ثم رفع صوته قائلا بخيت 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 فرأيت ذلك العود تحرك ثم صار امتا فامرني ان امسكها بيدي فاخذتها الى ان اوصلتها الى زوجته فعاشت عندها زمنا ثم توفيت شفت الكذب ده كيف والله يا ابو جهل يقرأ الكلام ده يقول لك الرجل ده كافر اول حاجة بعد داك بيشوف الحاصل شو اول شي بيقول لك ده كافر لانه اب جهل قال ربنا قال عنه ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله يعني اسمحنا بالناقش قضية اكبر القضايا يا شيوعي في شيوعي اين شيوعيين والملحدين والجماعة دل ات يا زول ما فاهم حاجة ات ما فاهم دينك ما فاهم وات زاته عندك دين في شيوعي عنده دين زاته ما عندك دين زاته المهم كدخل لنا في الاخوان المسلمين والجماعة دل ات رأيكم في الكلام ده اشنو وغيرهم شفت الموضوع ده موضوع كبير جدا نحن البناقش فيه ده ما تعتبره موضوع هين ده موضوع كبير جدا جدا لانه عمت به البلوى وطار به المشركون اليوم وصاروا يشبهون على الناس بعض الناس بيثبت الكلام ده والله الذي لا لا غيره بعضهم من يعتقد هذا الكلام نسأل الله السلام والعافية لكن انا بفتح فرصة للحوار والنقاش لو في زول داري اعترض على هذه الدعوة زول داري داخل داري ضيف يعني عنده سؤال فالفرصة مفتوحة السلمين برضا من برحور مفتوحة للحوار والنقاش زول داري ناقش ممكن يناقش البرعي ما ولي لها الله في صوفينا ما ولي لها الله عديل كده ده ولي للشيطان البرعي والتجاني والمكاشف وكلهم أولياء للشيطان وبنثبت لك الكلام ده من مراجعهم ومن كتبهم هم ذاتهم مش من كتبنا نحن لا لا من كتب هن نثبت لك وبالأدلة من القرآن ومن السنة هؤلاء الناس يدعون الناس إلى الكفر البرعي يدعون الناس إلى الشرك والكفر وكل شيء خطرك الصوفية من ألف منهم القصائد ومن ألف منهم الكتب يدعون الناس إلى الكفر والشرك بالله ويعارضون النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضون الإسلام بالنسبة للسؤال إن الدين الإسلامي الدين دخل الدين الإسلامي الصحيح دخل إلى السودان سنة 31 هجرية أول حاجة يتصحيها المعلومات كويس ندعوك إلى قراءة كتب التاريخ في دخول الإسلام إلى السودان ودخل عن طريق الصحابي الجليل عبد الله بن أبي السرح في سنة 31 هجرية يعني في القرن الأول الإسلام دخل إلى السودان في القرن الأول في مدينة عن طريق مدينة شنو ضنقلة هناك والآن في مسجد هناك في ضنقلة اسمه مسجد عبد الله بن أبي السرح والصوفية الصوفية دخلت السودان سنة 900 يعني في القرن تقريباً السبعة عشر يعني سنة كم؟ سنة 900 سنة 900 شوف 31 أنقص 900 من 31 كم؟ كم؟ 800 كم؟ 869 سنة 869 سنة ديال كانوا بيعرفوا الإسلام الصحيح في السودان أولاً وأي زول جده في الزمن داك؟ تجدك في الزمن داك؟ ما مشرك وما عرف الشبهات بتاعة الشرك أما مما دخل تاج الدين البهاري سنة 900 هذه البلاد بس اللقبة بدت من هنا وتعلم كثير من الناس الشرك بالله من هذا الرجل اللي يسمى تاج الدين البهاري والطريقة القادرية بل زاد بالطريقة القادرية لأنه دي أكبر الطرق انتشاراً في السودان المكاشفية والبادراب ديال كلهم تابعين للقادرية كلهم تابعين للطريقة شنو؟ القادرية لذلك السودان أولاً ما دخلوا الإسلام عن طريقة صوفية وإنما أدخلوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنقطة الثانية قضية الأباء والأجداد نحن لا نكفر الناس يا ناس انت دي معلومة خليك عارفة نحن ما بنكفر أنا جدي ساحر كبير رأيك شنو؟ جدي أنا دا ساحر كبير جداً بتعامل بالشعوذة والدجل وبغش الناس وأكل قروش الناس ودهب النسوان وعارفين انتو الشغلة دي لما الناس ما فاهمين الحاصل شنو؟ لما انت تجي توريهم الصح يقول لك انت وهابي يا زولة كيف وهابي بتاع شنو؟ دا بيأكل قروشك دا بيعدينك ديال منتشرين لذلك نحن ما بنكفر زول بعينه إلا من ثبت بالنص أنه كافر نحن بنقول لك من دعا غير الله مشرك كافر لكن ما بنقول لك فلان داك الآن قاعد يدعو غير الله دا كافر كده لا ما بنقول لك كده دا بيحتاج اول حاجة بيتكلموا معاو ما بيكفروا ساي يقول لك انت بتدعو غير الله دا بيسولك شنو؟ والله دا بيقربني لها الله أيواء ربنا قال كده ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يزولف الكلام دا حرام لأنه دا كلام المشركين الأوائل كده احتمال يفهم صح؟ إذا انزالت عنه شبا ما كافر ما بنكفر ديال الدواعش وفرق بيناتنا ما أوعا تقول الناس لا ما دواعش الدواعش ديك بيكفروا أي حاجة أي شي نحن ذاته بكفرون معاك ديال ما في مسلمين إلا هم في اعتقادهم الصما في مسلمين إلا هم بس الجماعات التكفيرية وفي البلد دي موجودين هذا يسوءنا البلد دي موجودين الفكرة الداعشي موجود لكن بس ما مفاعل ونسأل الله أن ينتهي منه نحن دعاة بندعوك بالكتاب والسنة والنصوص التي جاءت في الشرك جاءت في الزنا جاءت في السرقة جاءت كلها بنقول لك النص لكن ما بنكفر بعينه إلا من أقيمت عليه الحجة إلا من أقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبه زول جينا ناقشناه يا زول الكلام ده كده والله قال كده والرسول قال قال برضو بدعو غير الله ده كافر ده ما كافر كافر زول بقول زي ده تبين لي والحق وتدي والأحاديث وتدي والآيات وتدي والقرآن الصريح تقول لي الله قال كده والكلام ده كده والله قال كده والبرعي قال كده بعد ده قال لك لا 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 أنا مصير لسه القرآن ده أنا ما بختنع به أول كلام اللي إت جبته ده ما بختنع به إت قرآن جبته ده كافر يكفر ولابد لكن نحن بنطلق أحكام جاءت في القرآن الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار الآن في كثير من الناس الكبار بالذات بيموتوا على الشرك تقال ما في والله في ناس بيموتوا على الشرك بيكون ماسك في شيخه لحد ما لحد ما يكون في فراش الموت والعياذ بالله بل ذات ناس حسن واتحسونة وجماعة دل بيعتنقوا فيهم يعني اعتقاد كامل بيعتقدوا فيهم اعتقاد كامل إلى الممات والعياذ بالله فيجب أولا أن تصحح معلوماتك نمرة واحد نمرة اثنين يجب أن تفهم هذا المنبر جيدا نحن ما عندنا علاقة بالتكفيرين إطلاقا بل نحاربهم وأكتر من تصدى لهم في هذه البلاد هي هذه الدعوة بل ذات الشباب البجو بدعوك هنا ديل أكتر ناس تصدوا للتكفيرين والدواعش في الفتنة الفاتحة دي لما كانت اسم داعش منتشر في البلاد والناس كانوا خايفين داعش 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 والجماعة كلهم يتلبدوا نحن في الوقت داك عملنا محاضرة في داعش ذاته ما بنخاف منهم لأنه دا المنهج ماشي كده دا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للحق وإلى الطريق المستقيم وأجزاك الله خير على مدخلتك وأنا أقدم المتحدث من بعد